أهلاً بكم إلى هذه الجلسة التي ينظمها تليفزيون بي بي سي عربي بتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2013 المنعقد في البحر الميت في الأردن ترجمة نانسي قنقر 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 التي يوردها صندوق النقد الدولي والتي نحن نطالعها في الإعلام تبدو في انحدار وبالتالي هل هذا متعلق بالمرحلة لأنها مرحلة انتقالية وبالتالي حكما تكون الأرقام في انحدار وستصعد بعد ذلك أم أن هناك خلل في الأداء الاقتصادي لهذه الحكومات يجعل من أرقامها متدنية بهذا الشكل بالنسبة للنقطة الأولى وبعد الثورة وبعد المرحلة الانتقالية كانت هناك توقعات مرتفعة للغاية في هذه البلدان المختلفة وهذا أمر طبيعي ولكن ولأن هذه الحكومات الجديدة تتحدث وتقول إنها حكومات إسلامية هذا لا يعني أنها ستكون حكومات لن تنجح وإنما أحيانا نحن نحكم عليها بسرعة ونحكم عليها لأننا نتوقع منها الكثير نتوقع منها أن تقلب كل الأوضاع أن تحسن الأوضاع الاقتصادية أن تضع حد للبطالة وأن تحقق النعضة الاقتصادية ولكن كل هذه الأمور تحتاج إلى سنوات طويلة أنا شخصيا عملت في سربيا بعد سقوط نظام ميليزوفيتش والكثير من القضايا التي عالجناها هناك في ذلك الوقت لم تتحقق حتى الآن قبل أكثر من 14 سنة وفي أرلندا الشمالية تم توقيع اتفاقية ولكن تطبيق هذه الاتفاقية التي أبرمت قبل 14 سنة لم يتحقق بالكامل حتى الآن رغم مرور 14 سنة كاملة ولذلك ينبغي علينا أن نتوقع قدر كبير من الحذر لا ينبغي علينا أن نطلق أحكاما قاسية على هذه الحكومات وأن ننتقدها بشكل لا ذع إذا تحققت بعد التوقعات التي ننشدها الوضع في مصر وفي تونس وضع يبين أن هناك التزام حقيقي من أجل تغيير الأوضاع في البلاد ولكنه لا يمكن أن نتوقع أن تحصل كل هذه الأمور بين ليلة وضحاها لا يمكن أن نتوقع من حكومة جديدة جديدة العهد في مجال الحكم أن تغير الأمور بين ليلة وضحاها إسلامية يعيب البعض على الحكومات الإسلامية أو التي تأتي من خلفية إسلامية أنها لا تشارك في الحكم مع طيف واسع خاصة أنها لا تأتي بالمعارضة أو من يوصفون بالليبراليين إلى الحكم وهذا يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي وحالة عدم الاستقرار السياسي أيضا تنعكس على الوضع الاقتصادي وتجعله متعثر برأيك هل المشكلة كانت كما قلت في توقعات الشارع أن هؤلاء سيأتون إلى الحكم وسيحققون المعجزات وقد صنعنا ثورة وأسقطنا الحكم السابق وبالتالي الآن ستكون الأمور على ما يرام أم أنهم هم طرحوا شعارات ليسوا قادرين حقيقة على تحقيقها أو ليست لديهم الآليات أو الخطط فعليا لتحقيقها أنت تطرحين عدة أسئلة في سؤال واحد وفي الحقيقة يمكن أن نمضي بقية هذه الجلسة لرد على هذه الأسئلة بالنسبة لعدم إشراك الجميع أنت محقة فيما قلته ولكن لا تنسي أننا نتعامل مع أوضاع قطبية إلى حد كبير هناك أشخاص وصلوا إلى دفة الحكم لم يكنوا حتى سابق في المعارضة كانوا يعيشون أو لم يكن يسمح لهم حتى بممارسة أي نشاط سياسي في الماضي ومن الصعب للغاية أن يأتوا ويغيروا كل شيء بين ليلة وضحاها وعلما بأن هناك إرادة ونية من أجل إشراك الجميع إرادة من أجل توحيد البلاد ونية صادقة من أجل أن تحقق تلك الدول الإجماع الكافي ما بين الأطياف السياسية المختلفة علما بأنه لا يمكن تحقيق الاتفاق بالكامل بين جميع دائما ولكن في هذه المرحلة الانتقالية نحن نحتاج إلى القدر الكافي من التوافق في الآراء بين الجميع وهذا القدر من التوافق في الآراء يحتاج إلى إشراك الجميع ويحتاج إلى قدر أكبر وأفضل من التواصل إعلام أن الحكومات ستستفيد لو كانت لديها استراتيجيات إعلامية واضحة يمكنها أن تستعين بها لكي توصل رسالتها بوضوح ولكي تعلم الجمهور بالمشاكل التي تواجهها ربما العراق شهد عملية تغيير للنظام قبل الجميع وإن كان بطريقة مختلفة برأيك عملية الانتقال وتحقيق النمو الاقتصادي ما الذي تتطلبه ولماذا على سبيل المثال ربما تستطيع أن تحدثنا عن النموذج العراقي ما زال العراق غارق في الفساد ما زال المواطن العادي لا يشعر بأن الدولة الغنية تحقق له متطلباته وحقوقه كمواطن بسم الله الرحمن الرحيم بداية لا بد من الإشارة إلى أن هناك خلط مفاهيم علينا المعالجة ثم ندخل في هذه التفاصيل وهو ما يطلق عليه بالإسلام السياسي في الوقت الراهن والسؤال هل أن لدينا إسلام سياسي الإسلام منظومة أخلاقية متكاملة كسائر الأديان المسيحية واليهودية وغيرها هذه غير قابلة التجزئة ليس بمقدورنا أن نقول لدينا إسلام اجتماعي وإسلام غير اجتماعي إسلام أخلاقي وإسلام غير أخلاقي إسلام سياسي وإسلام غير سياسي كما هو بالنسبة للديانات الأخرى إذن ليس الحديث عن إسلام سياسي الحديث عن سياسة قد تكون إسلامية بمعنى أن هناك أحزاب تتبنى الرؤية الإسلامية أو رؤية الديانات الأخرى في عملية إدارة البلاد وحين ذاك سنسأل أنفسنا منظومة التشريعات طبيعة الواقع الذي تعيش هيكل الدول في البلدان التي نعيشها كم يمكن أن تتغير وكم تحتاج إلى أن تتغير أو كم يمكن لهذا الحزب ذو التوجه الإسلامي في بلدان الإسلامية أو ذو توجهات دينية في أماكن أخرى كم سيستطيع أن يحقق من ما هو تصوراته في هذا الموضوع المفارقة الموجودة حينما يكون الحزب ذو توجهات دينية غير إسلامية يقال هذا حزب يميني وأحيانا إذا كان متشدد يقال هذا حزب يميني متطرف بمعنى أننا نحاكم الأحزاب ونحاكم برامجهم وحتى المواقف التي تصدر هذه الأحزاب وقال هذا الحزب هل يقبل بموضوعة مثلا الزواج المثليين أو لا يقبل اليوم نحن نتفق الجميع على تعبير الإسلام السياسي كتعبير مجازي لوصف الإجمالا الأحزاب التي تتبنى خطاب ديني وبالتالي هذه تسمية أطلقت على هذه الأحزاب تميزها ربما عن أحزاب أخرى تتبنى فكرا علمانيا أو ما إلى ذلك السؤال اليوم أن هذه الأحزاب التي وصلت بالنظر بالحقيقة الحديث عن وجود قوى إسلامية وثم تحميل الإسلام تبعات كاملة لأداء هذه الأحزاب فيما أننا نتعامل مع أحزاب علمانية ولا نحمل نظرية العلمنا تبعات الأخطاء الفادحة التي تحصل من أحزاب علمانية هذه مفارقة كاملة يعني لاحظوا مثلا حينما يأتي حزب علماني ويصدر تعليمات ويفرض على النساء في مجتمع ما أن يخلعن الحجاب في المجتمع بشكل عام أو في الجامعة والمؤسسات الحكومية نحن نعتبر أننا إجراء طبيعي ومن سياقات الديمقراطية أما حينما يأتي حزب آخر إسلامي ويشرع في برلمان مثلا فرض الحجاب على النساء في مجتمع هنا يقال هذه مصادرة الحريات لكن لا يقال في الحالة الأولى أنها مصادرة نعود إلى هذه النقطة في المحور الثاني من هذا النقاش ولكن لنبقى في إطار المحور الذي نناقشه الآن وهو الشق الاقتصادي لا بس على كل حال الشخصين أسجل هذه الملاحظة أن نبدأ من زاوية خاطئة فنصل إلى نتائج خاطئة لنثبت أن الأحزاب الإسلامية نحن نتحدث نبدأ بالمدار الاقتصادي لا هذه النظرية للتنعكس اليوم نتحدث عن الاقتصاد في مصر أو في العراق هذه قوانين وتشريعات أقرت منذ خمسين سنة في بلداننا بالتدريج نحن لم نتدخل في صياغتها أعدنا صياغة بعض التفصيلات الطفيفة لكن المنظومة والمؤسسات كلها قائمة على نظريات أخرى فاليوم يأتي حاكم ذو توجهات إسلامية معينة فيقال إذن أنتم ما استطعتم أن تحققوا شيئا إذن الإسلام فشل أولا الإسلام ليس له علاقة بهذا الموضوع نحن كقوى متدينة كم نفهم من الإسلام وكم نستطيع أن نطبق من الإسلام وكم تسمح لنا الظروف والتشريعات والإجراءات والمؤسسات من أن نطبق ما نعتقد أنه صحيح ضمن رؤية إسلامية هذه كلها ستغير المسارات فهدأ بداية خاطئة سنصل إلى نتائج خاطئة لا أريد أن أتماشى معكم في البدايات الخاطئة حتى تحصرون في الزاوية الحريجة في معطيات غير صحيحة طبعا صحيح محور الجلسة هذا إذن في المكان الذي يطبق فيه رؤية إسلامية اقتصادية يمكن أن نلحظ هل أن هذه الرؤية استطعت أن تحقق نتائج متطورة أو لم تستطع أما في مكان نكون مقيدين بقيود وقوانين وتشريعات الآلاف من هذه التشريعات المقرضة من منظومات ومدارس أخرى غير إسلامية النجاح أو عدم النجاح سيكون هو نجاح في الإدارة لا علاقة له بإسلامية الحاكم لدينا نموذج فقط لنشارك الجميع في الحوار النموذج التركي الذي يصفه كثيرون في العالم العربي بأنه النموذج الناجح ربما أو النموذج الذي تحب بعض الشرائح أن تحتذي به ربما سيد جونيد زبسو يقول لنا لماذا يبدو أن نموذج التركي حكم العدالة والتنمية براقا أو جاذبا للمجتمعات العربية كيف استطاعت تركيا أن تبني قصة النجاح تلك شكرا جزيلا بادي أذبت أعتقد أننا بدأنا في مشكلة هنا لأنني علي أن أقر أنا شخصيا بأنني أتفق تماما مع مقاله السيد المتحدث وكذلك مع مقاله أخي من العراق وبالتالي لن نناقش الكثير لأنني أتفق مع الآخرين فيما قالوه حتى الآن أول شيء كتبته عندما استمعت إلى الزميل من مصر كلمة الثورة الإسلامية قد يطرح علي سائل هذا السؤال ويقول ما هي الثورة الإسلامية أنا أقول أن الأخوان والأخوات في ميدان التحرير كانوا يتحدثون أو يعارضون الإساءة في حقوق الإنسان وأنها ضد الدكتاتورية ولكن هذا لم يكن ثورة إسلامية وهذا أمر غريب الثورات الإسلامية حذر تطرح السؤال الذي طرحته أنا قلت الثورات العربية أعتذر سيدتي إذن أتفق تماما مع مقاله زميلي من المملكة المتحدة أي سنة واحدة أو سنتان غير كافيتين لإصدار الحكم لا أعتقد أن أي جهة مهما كانت تستطيع أن تثبت أو تبرهن عن جدرتها في هذه الفترة الوجيزة لأننا نتحدث عن ثورة والثورة يعني البدء من الصفر وهناك قوى متصارعة من كافة الجهات الجهات القديمة والجهات الجديدة والقوى الحاكمة القديمة إلى آخره وإلى أن نستطيع أن نسيطر على الأمور الحقيقية ونتحكم بها وأقصد بذلك الاقتصاد لابد أن نعطيهم مزيد من الوقت قبل أن نصدر الحكم عليهم لكي نكون منصفين وأعود إلى النموذج التركي فأقول على مدى سنوات التسعين الماضية أي منذ عام ١٢٣ حصلت ثلاثة فصول من الربيع التركي إذا ما شئنا التعبير حتى قبل عشر سنوات بدأ الصيف التركي ولا آمن لكم أن تنتظروا تسعين عاما قبل أن يأتي الصيف العربي طبعا ولكن أقول أن مسألة التغيير تأخذ وقتا طويلا لتغيير نظاما برمته تركيا كانت في وضع مختلف بعض الشيء ربما قريب من الوضع في مصر ولكن مختلف عن الأوضاع في بلدان شمال أفريقيا وشرق الأوسط المختلفة الأخرى فحتى عام ٢٠٠١ وفي السنوات الأخيرة من العقد الماضي أي في عام ٩٩٩٩ حتى وفي ضمن الأقليات وحتى المسلمين أنفسهم الذين يمثلون ٩٩٪ من الأتراك كانوا متهدين ولا أقصد بذلك الحديث عن الحجاب أم غير ذلك لا أقصد بذلك أن هناك قوائم كانت موضوعة أن المتدينين لا يسمح لهم بالانخراط في الجيش أو في أطراف معينة من الحكومة ماذا حدث منذ ذلك الوقت حتى الآن؟ أعتقد أنه حلفنا الحظ عندما أنشأنا وأنا أحد منشئي حزب العدالة والتنمية والتطوير ومع إنشاء هذا الحكومة رأينا أن الوضع كان ممكن أن ينفجر آنذاك ولكن استطعنا أن نحول دون انفجار ذلك البالون أو انفجار ذلك الوضع ولم تأتي ثورة عارمة وهنا ربما أستطيع أن أطمئن أخواني في مصر وأقول لهم أنه لا يمكن أن نقوم بأي شيء على عجالة ولا ينبغي القيام بأي شيء على عجالة ورئيس الوزراء أردوغان لم يغير كل شيء بين ليلة وضحاها لا قام بالتغيير على نحو تدرجي الآن مدى عشر سنوات أو إحدى عشر سنة إحدى عشر سنة ونصف ربما والآن نستطيع أن نقول أن الناس في تركيا أو أن هناك كثير من الناس يتخوفون ويشعرون بالقلق وأنهم يودون أن تدخل الثقة في قلوبهم ولكن دعونا أن يشعروا بثقة بأن حياتهم لن تتغير مئة بالمئة وعندما ننظر إلى الأوضاع الاقتصادية الراهنة نستطيع أن نقول أن المواطنين الأترك وثقوا بالحكومة أعطوها تلك الثقة إلى حد سمح بتجنب الأزمة التي وقت في عام 2008-2009 لأننا نعرف أن الأزمات الاقتصادية يمكن تجنبها إذا ما كان هناك ثقة موجودة وطالما أن الشعب التركي كان يثق بالحكومة استطعنا أن نتغلب على تلك الأزمة الاقتصادية وأكتفي بهذا القول الوزير المالية متواجد معنا وفي الغد سوف يتحدث عن المرتبة الثانية في النمو الذي حققناه بعد الصين على الصعيد العالمي وهذا أتى من إعطاء الناس حرياتهم وإذا ما كانت هي فقط كافية لتحقق نمو اقتصادي لنطلع معا على بعض الأرقام التي جمعناها لكم بلغة الأرقام الاقتصاد المصري سجل تراجعا بعد الثورة إذ سجل النمو في العام 2009 أربعة وسبعة أعشر في المئة في العام 2010 ارتفع إلى خمسة وعشر المئة في العام 2011 أي عام الثورة انخفض إلى واحد وثمانية أعشر في المئة وفي العام 2012 بلغ نمو واحد وخمسة أعشر في خطأ في الرقم واحد فاصل خمسة عشر البطالة في مصر سجلت في العام 2009 تسعة ونصف في المئة في العام 2010 قبل الثورة بعام انخفضت قليلا إلى تسعة في المئة في العام 2011 أي عام الثورة ارتفعت البطالة إلى عشرة وأربعة أعشر في المئة وفي العام التالي 2012 بلغت البطالة أحد عشر ونصف في المئة أما بالنسبة لإحتياط العملات الأجنبية فقد انخفض من ستة وتلاتين إلى ثلاثة عشر مليار دولار بالنسبة لتونس فقد كان النمو في العام 2009 ثلاثة وعشر في المئة في العام 2010 حافظ على نفس النسبة في 2011 بدأت الثورة وانخفض إلى صفر وثمانية أعشر المئة وفي 2012 بلغت ثنين وسبعة عشر في المئة في ارتفاع أما البطالة في تونس فقد بلغت في العام 2009 ثلاثة عشر وثلاثة عشر في المئة في العام 2010 انخفضت إلى ثلاثة عشر في المئة في 2011 ثمانية عشر وتسعة عشر وفي 2012 بلغت سبعة عشر في المئة أما بالنسبة لإحتياط العملات الأجنبية في تونس فقد كان قبل الثورة عشرة مليارات دولار وبلغ بعد الثورة تسعة مليارات دولار هذا بالنسبة لبعض الأرقام كيف تترجم هذه الأرقام في الشارع ماذا يقول الناس عن هذه الأرقام عن شعورهم بعد سنتين على الثورات العربية دعونا نستمع إليهم إذن سنستمع إلى آراء عينة من الشارع المصري حول الأداء الاقتصادي للحكومة بعد قليل نشعج بلد دولار الأول ودلواتي بقى أنا أوحش من الأول دلواتي كل حاجة بعد غالية كل حاجة يعني أنا دلواتي ما بوضي من الحضانة أقل حاجة عايز خمسة جنيه ومشي كنا صبرين والساكتين قال لك الوضع هيكون أحسن من الأول دلواتي أحسن من الأول بلا عكس كان الأول أحسن دلواتي أوحش بكتير اللي ما عشرين جنيه ما بلايش يأكل يالو أنه ما أخذ عايش حاف الغالة زاد عن أكتر يعني طاجت نين إيه يعني اللي عملناه ما إحنا زي ما إحنا ما تغيرناه إحنا مش بنقول كده هو حقيقي ما فيش لتحسن خلاباتي لأي حاجة الخلابات موجودة عندما كياء الأرض سباملة ما فيش رصف ما فيش أي خلاباتي خلابات فيه خدمات إيه دولعة أنا بأعرف أن أنا ظالم بس أنا خاس بنعاني أنا بأخذ مستري كده أكسمي برب المسحف أن العلبة ديه وقف عليها حالان باثنين جنيه وربع والمسحف أبحها باثنين جنيه في سعر الجملة الأول كنا عارفين الدنيا ماشية ازاي النهاردة مش عارفين ماشية ازاي ولا في غلوة أسعار ولا في بشرية مش عارفين مين حاكم مين ومين مسك مين ومين باشي مع مين مش عارفين أي حاجة في أي حاجة أحبت السمح ظل عشان نجيب أكلت سمك بكلفنا مين جنيه مين جنيه لأ وجبنا أكلت سمك بكلفنا مين جنيه وإحنا راجل أرزائه على باب الله وربنا اللي إعلم جنيه تزاوجوا عندي طفل وزوجتي موظفة لكن برضو للأسف ما يعني افتكرت إن كده ممكن نقدر نعيش كويس بمرتبنا أنا وهي لكن للأسف بقى مع ارتفاع الأسعار ده مش قادرين مش هنقدر نواكب الفترة ديه فرح أقف على الكشف بتاع العيش بجأ بالساعة والساحتين عمل ما ما أخد نص جنيه بلص جنيه عيش بيقصر الليلة في لقمة العيش خمس ترغفة أكل أنا خمس ترغفة في اليوم طب هم هدول إحنا بنيعتمد عليهم خمس ترغفة بس لا طبيخ ولا ديو أنا باشتغل في شركة نظافة بأخد ربعمائة وكمتين جنيه الأنبوبة بتطلع لي بتلاتين جنيه خمسة وستين جنيه نور بيأخدوا خمسة جنيه على الزبالة كان بيجي بدخلة مسل زي ده كده بيبقى في شرل غير كده خالص النهاردة بنجيب مصاريف العيال مش بالعافية بالموت لو قدرنا نجابها لين ما فيه السياحة خالص بتيه لو لفتش ملأ ويموميش يتلاقي أحد بالعمل حتى مثلا لو واحد جاي عايز يجاي بمراته ولا جاي بحد بيخاف عليها التاري ده في الحكومة الأولنية ما كانش العربية ينفع تخلش هنا أو متسكلي عدي من هنا فده بيمنع السايح انه يبقى ماشي خايف خايف عربية البطل الناس يعني مش لها تاكل عيشة تاكل فطير هذا يعني مش هاد كارية الناس تجي لها تاكل فطير تاني زي الأول كان على الأول والآخر هو بجناز ده زي ده الحقيقة بتاع رابونا الهرم موجودة هو من سبع تلاف سنة لكبال عليم زي الأول ورس سياحي مفيش الشباب هنا للاقية تشتغل للاقية تتجوز وعود على قلة فايدة وما فيش حاجة تحسنت وإحنا زهينا وقرفنا وكل شوك يصوروا معنا وما فيش حاجة بتتحسن وكدب في كدب وقرفنا من كل اللي بيحصل ده إذا نعود إلى هذه الجلسة سيد عماد عبدالغفور كله كدب في كدب وإحنا زهينا هذا ما قالته هذه السيدة في هذه العينة التي سمعناها ربما تتحدثون في السياسة وفي الاقتصاد كما تشاءون ولكن الناس تريد أن يترجم هذا الكلام في لقمة عيشهم اليومية في وظائفهم في محلاتهم في رزقهم لا يترجم هذا الأمر سمعت هؤلاء ماذا تقول لهم كيف تبرر ذلك هو طبعا يعني لن ترضى يعني شرائح الشعب عن أي حكومة ما لم يترجم إلى تحسن في العوضاع الاقتصادي ويعني أنا يعني طبعا هي من طبيعة الناس أنها تنسى وإحنا بنقول أنه فعلا يعني عشية الثورة المصرية في الخمس والعشرين من الناير كان عدد كبير من المصريين على غرار أبو عزيزي التونسي جم أمام مجلس الشعب وسأقول الواحد كان يسكب على نفسه يعني البنزين ويحرق نفسه وده تكرر ثمان مرات على مدى أيام قلائل قبل الثورة المصرية فدي حقيقة إن الانهيار الاقتصادي اللي حصل في عهد حسن مبارك أو في أواخر عهد حسن مبارك والذي كانت الشرارة الحقية للثورة المصرية ما ذكر من نسب فيه لا في نقطة فقط دعني سيد عبد الغفور وقاطعك هنا لأن الشعب المصري عندما خرج في الثورة على الأقل ما تابعناه نحن لم يخرج فيه ثورة جياع كان ثورة من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية في وقتها اليوم نتحدث عن ثورة جياع بعد نسيتك هو النقطة أنه ماذا ذكر من معدلات في النمو هو كان بيشعر بها عدد قليل من المستثمرين يعني كان فيه عدد قليل من أصحاب المليارات هو كان يعني معظم العائد الدولة بيصب فيه جيوب 200 أو 300 شخص كل هذه اللي حضرتك ذكرته 4 و 7 من 10 كان بيصب فيه جيوب فئة قليل أما الفئة الأعظم يعني إرادة السياحة كان بيصب فيه جيوب القليل وغير ذلك يعني إرادة المصانع كذلك فالكلام عن العدد الاجتماعية طبعا بعد الثوراء إلى حد كبير بدأ موضوع إيقاف يعني معدلات الساد اللي كانت موجودة وكما تفضل السادة الكرام أنه هو يعني لا شك أن الموضوع سيحتاج يعني حتى تبدأ المنحنة فيه صعود مرة أخرى وده شيء معروف سيحتاج بعض الوقت وأنا الحقيقة أقول أن هناك في بعض الإرهاصات للتحسن في أداء الإقتصاد المصري سأخذ فقط تعليق من السيد مكتورنن لأنه أريد أن أذهب إلى تعليق الجمهور أشعر أنه في أكثر من شخص يريدون التعليق أو إبداء أو أسئلة أوليفر مكتورنن برأيك الكلام الذي سمعته من السيد عبدالغفور هل يقنع الأشخاص الذين سمعتهم في العينة التي رأيناها من الشارع هل يجيب عن أسئلتهم وعن حاجاتهم أصبروا يقول لهم أصبروا كم سنة أعتقد أن المشاكل الاجتماعية حقيقية وأنا زرت الأقصر قبل شهرا قبل شهرا عندما كان هناك الجماعات السياسية قالت أن نسبة السياح في الفنادق كانت سبعة عشر بالمئة عفوا وأن ما حصل في مصر أثر على السياحة وبالتالي فمصر بحاجة إلى مساعدة وتحدث عن الدعوم والناس الذين استمعنا إليهم قد يشعرون بأن وضعهم أسوأ لو لم يتحدث عن أو لم يكن هناك موضوع الإعانات والدعم إذن هناك ضرورة لضخ أموال في مصر وربما إعادة الأموال التي تكون هي أصلا ملك لمصر ولكن موجودة في المصارف الغربية ومنذ عامين لم ترجع إلى الحكومة المصرية هذا جانب وموضوع آخر هو أن أي حكومة عندما تأتي بعد الثورة تتعرض لضغط أكثر متعرض له الحكومة في تركيا قبل عشر سنوات وهذا الضغط يأتي نتيجة وسائل الإعلام الإلكترونية السريعة التي تدخل مباشرة في وسائل الإعلام وتبدأ التعليقات والتحليلات الدولية عن مجريات بلد وهذا يحول دون الاستثمار وليس على سوء الإدارة تحمل الإعلام مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي لا 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 على الوضع إطلاقا لا أقصد ذلك يا سيدتي ولكن أعتقد أنه أثناء المرحلة الانتقالية فإن وسائل الإعلام عليها مسؤولية خالصة وحقيقية ألا وهي أن تنقل الصورة حقيقية وأن لا تسيس القصص بطريقة تهدد مصلحة البلد بشكل عام يمكن أن يكون هناك نقض على حزب بعينه ولكن إن لم يكن هناك معارضة في البلد ونركز على هذا الأمر بشكل خاص هذا لا يكون منصف ولكن الآن نفتح المجال للجمهور المتواجد معنا للأسئلة تفضل الصف الأول تفضل أنا اسمي ودي حبوش وأنا من العراق وسؤالي موجه للسيد من مصر لسيد عماد مع وجود الحكومة الجديدة والإصلاحات الجديدة يجب أن تأتي أو تواكب الحكومة الجديدة هذه توقعات سياسات جديدة وقواني جديدة تؤدي إلى تحسين حياة البشر ولكن كما شاهدنا من الفيديو الذي حضرناه للتو ومن الأرقام تبين هذا الأمر لم يتحسن فالحكومة الجديدة لم تحصل الوضع والحكومة الآن في مصر هل لك أن تخبرنا كيف يمكن لهذه الحكومة الجديدة أن توفر إصلاحات جديدة أو سياسات جديدة هل قامت الحكومة الإسلامية الجديدة التي تسلمت زمام الحكم بالقيام بهذه التغييرات هل نأخذ الأسئلة سؤال وجواب أم أكثر من سؤال ونعمل الأجوبة أكثر من سؤال تفضل أستاذ سؤال للأستاذ عبد الغفور ذو شقين الشق الأول ذهب مبارك وجاء مرسي ماذا تغير للمصر العادي مبارك has gone مرسي has replaced him what has changed for the average Egyptian السؤال الثاني السريع قطاع السياحة تقول أن الداخل يذهب إلى جيوب بعض الأشخاص قطاع السياحة في مصر يوظف 2 مليون شخص وهذا القطاع في انهيار مستمر السياحة تقول أن الداخل يتجاه 2 مليون شخص سوف يتجاه شكرا 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 سوف يتحدث عن تركيا كنموذج هل كان بإمكان النموذج السياسي أن ينجح لولا نجاح النموذج الاقتصادي سؤال آخر من الخلف فضل أنا هنيها زائمة من الأردن الأستاذ عبد الغفور أثناء مرحلة الثورة وما قبل الثورة استخدمت المطالب والاحتياجات للشعب يعني للعب على واطف الناس من أجل الوصول والحصول على دعم المواطنين المصريين ألم تكونوا تعلموا بأن هناك صعوبة في تحقيق الوعودات التي قدمتموها للناس بعد وصولكم إلى السلطة لماذا الآن تخلقون أو تضعون المبررات بحاجة لسنوات لتحقيق المطالب ألم تكونوا تعلموا بأن من قبل الثورة أنكم تحتاجون إلى مزيد من السنوات سؤال آخر تفضل إسمي أحمد شهابدين وأن أعمل للهوفينغتون بوست لقد ذكر المشارك أن هناك حاجة لضخ الأموال في مصر على الفور حسب فهمي هناك ثمانية مليار دولار من الضخ النقدين من حكومة معينة من قطر وبالتالي إذا لم تكن هل كانت هناك نتيجة منتجة لهذا الضخ أم كانت هناك احتجاجات أما بالنسبة لوسائل التواصل المجتمعي تحدثتم واقترحتم ربما هناك لوم يقع على الإعلام ما دور الإعلام الساخر أشخاص مثل باسم يوسف وله أثر كبير في العالم العربي أود أن أسمع ما رأيكم في ذلك اسمي شاكر من مديو شركة دانغاز في قليم كردستان سؤالي لسماحة السئي عقد من الزمان من تحرير العراق نلاحظ هنا وجود حكومتين تشكلت بعد صياغ الدستور حكومة قليم كردستان والحكمة العراقية المركزية اللي شفناه أنه اليوم حكومة الأقليم استطاعت أن تبهر العالم بثورة من الاقتصاد واستقطاب الشركات العالمية في حين أنه في بغداد نلاحظ هناك تراجع فشنوه الأسس اللي ساهمت في جعل هذا الفرق في ثورة الإعمار في كردستان وما يحصل اليوم الأسافي بعد عدد شكراً سنكون مع دورة سريعة من الإجابات حتى ننتقد إلى المحور الآخر وبعد المحور الثاني سنكون أيضاً مع جولة أخرى من أسئلتكم نبدأ مع سيد عبدالغفور لأنه تلقى أكبر عدد من الأسئلة وربما كلها تصب في محور واحد طبعاً بالنسبة للسادة للسائلين هي مثلاً سؤال ذهب مبارك وجاء مرسي ماذا تغير للمواطن العادي الحقيقة أننا عايزين نتصور أن هناك كان فيه أوجه كثيرة للمشكلات في مصر منها مثلاً الفساد السياسي الفساد السياسي أنه كان فيه تقريباً كل الانتخابات أو كل الاستفتاءات كانت بتزور في مصر لا أريد أن أسهب في درجة تزوير الانتخابات وآخر مرة كانت في نوفمبر 2010 وتقريباً نجح الحزب الوطني بنسبة 96% أو 97% من مجلس النواب اللي عقد في ذلك الوقت وكان بتزوير فاضح الحقيقة من بعد الثورة أجريت 6 أو 7 انتخابات والحقيقة كانت نزاهة كاملة وكان المواطن بيشعر بصوت والحقيقة دي نعمة كبيرة جداً أن أنا كمواطن مصري أشعر أن فيه قيمة لصوتي الانتخابات التشريعية اللي كانت في نوفمبر 2010 اللي تم فيها التزوير ما شاركش فيها 3 أو 4 مليون شخص بس نقطة لأنه انتخابات مجلس الشورى يعني طبعاً مشان الناس حتى لا يفوتنا هذا الموضوع يعني شارك فيها أقل من 10% وأن مجلس الشورى هو اللي يحكي أنا بس أريد أخذ فرصتي في الكلام يعني أتمنى من حضرتك تسمحي اللي أنا أتكلم وأنا أضيفها على حضرتك فإكرام الضيف يعطيه فرصة أنت أكتر واحد عم تتكلم معنا اليوم يعني سيد عمار الحكيم حكى مرة تفضل يعني الانتخابات الحقيقة بعد ذلك انتخابات مجلس الشعب أنا حرفين أنه هو شارك فيها 32 مليون ناخب ولا يكاد يذكر أن كان فيه أي قدر من التزوير أنا أريد أن هذا التحول السياسي أنا أعتبر أنه هو يعني ده تحول عظيم وده فرق كبير جداً جداً من قبل الثورة وبعد الثورة والتهوين من هذا المكتسب الحقيقة يعني لا يصحب أي صورة من الصور فالحريات السياسية وتوفرها أصبح شيء كبير ولا بد من تقديره والإصلاح السياسي الحقيقة في أي دولة هو الخطوة الأولى والأساس لأي تنمية اقتصادية نحن نحب أن نعملها الأمر الثاني أيضاً في النحية الأمنية يعني إطلاق يد الداخلية في التنكيل بالشعب كما كان موجود في العهد السابق الحقيقة أن الصورة دي تغيرت يعني بصورة جذرية ويعني الحفاظ على حقوق الإنسان وحقوق التعبير وغير ذلك أن الأمور أصبح متاح بدرجة كبيرة الخطوات إنجاز يعني الانتخابات الرئاسية بهذه الدرجة من الرقي وأنه كن الدكتور محمد مرسي جاء إلى الرئاسة بالنسبة 51.5% أنا أعتبر أن هذا إنجاز أيضاً للتحول الديمقراطي والسياسي في مصر يعني إنجاز الدستور في مصر أنا أعتبر أن دي خطوة عظيمة جداً في مصر والحقيقة إن هذا الدستور ظلم من كثير من الجهات والحقيقة إن كثير من فقهاء الدستوريين يعتبرون أنه هو أعظم دستور جاء في مصر منذ يعني بداية العمل يعني السياسي في مصر على كل حال أنا أقول إن دي كلها منجزات حصلت بعد الثورة لا ينبغي التهوين من شأنها الحقيقة إن أيضاً من ناحية الاقتصادية إن فيه يعني إشكاليات كبيرة إن فيه يعني فيه تغيير والتغيير نأمل أنه يكون للأفضل وفيه مع كل تغيير فيه شرائح كبيرة بتحاول أنها تقاوم ذلك التغيير شكراً فقط لحتى لأنه الوقت يدهمنا وفيه محور آخر بعد وفيه مشاركات أخرى سيد عمار الحكيم كان فيه سؤال موجهة لحضرتك لو تجيب عنه وبعدها سنذهب إلى ضيفينا نيبرليم كردستان حظي بنوع من الاكتفاء الذاتي منذ سنة 91 في عهد نظام البائد وبدأت المؤسسات تأخذ مدياتها بشكل متزايد إدارة ناجحة تجارب متراكمة ابتعاد عن مساحات الصراع المذهبي والطائفي والإشكاليات خفة وقلة الحساسيات الإقليمية تجاه الإقليم وكل هذه المؤشرات يمكن أن نعكسها حينما نتحدث عن المنطقة العربية في العراق بمحافظاتها الخمسة عشر يعني أربعة عشر وكركوك هذه المحافظات الكريمة واجهت مشكلة كبيرة في الإدارة دخلت في مشاكل وفي منافسات وفي صراعات داخلية كبيرة أصبحت الساحة العراقية محطة لتصفية حسابات إقليمية ودولية دخلت عناصر كثيرة على الخط هذا بالحقيقة جعل القضية العراقية قضية معقدة شيئا ما ما لم نصل إلى رؤية واضحة ومعادلة مطمئنة للعراقيين ومطمئنة للمنطقة والعالم سيبقى العراق يعيش هذه المعاناة بالرغم من توافر الميزانيات الضخمة العقول العراقية الكفوئة الرغبة بالاستثمارات الواسعة كله يعيدنا إلى السياسة والتركيبة السياسية وعملية المشاركة أكبر قدر ممكن الواقع الأمني هو ذو خلفية سياسية أكثر منه جنائية في الواقع العراقي كان هناك سؤال لسيد زابسو تفضل في الواقع ليس الأمر بتلك الصعوبة أعتقد أن المسألة هي في بساطاتها عندما نأخذ حلقة نجد أن هناك حقوق الإنسان وهناك الاقتصاد الجيد فكلما ازدادت حقوق الإنسان واحترام حقوق الإنسان كلما تحسن الاقتصاد وبالتالي على أحد الأطراف أن يدخل في هذه الحلقة الدائرية ونحن ما قمنا به خلال السنوات الاثنى عشر الأخيرة فعندما صعد أردوغان إلى السلطة كان الكثير من الأصدقاء يخفون ويقولون هذا حكم الشريعة وقلت كلا هذه ليست حكومة دينية هذه حكومة تقوم على تطوير قطاع الأعمال وهي فعلا كذلك وبقيت كذلك وكيف تفعل ذلك أنك غرية للناس فحقوق الإنسان ليست مجرد عدم قمع الناس في الشوارع بل حقوق الإنسان تعني أن نتخلص من المنافسة غير الشريفة وأن نطبق الشفافية ونلغي المنافسة غير العادلة من القطاع الحكومي وخلال الأعوام الأخيرة قمنا بعمليات خسخصة أكثر من مقامة به الحكومات التركية في السنوات الخمسة وثمانين الأخيرة إذن الخسخصة ولكن مع بقاء سيطرة معينة للحكومة وإلا تفلت الأمور كليا ولكن طبقوا الخسخصة وأنا أشجع الأخوة هنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تخافوا من ذلك فنحن اليوم نعلم عندما نقول كلمة مثل الخسخصة يتوتر الجميع ولكن المسألة ليست فقط الخسخصة بل هناك أيضا تفكير اقتصادي كامل ليقوم على إعطاء الحرية للناس ليفعلوا ما يريدون في المجال الاقتصادي وهذا ما فعلنا وهذا ما حدث ولم تكن الحكومة بل القطاع الخاص التركي الذي بنى هذا النمو وتركيا اليوم برأيي تشهد تعايشا جيدا بين الإسلام والديمقراطية لنأخذ المثل التركي لا أعتقد أن أي شخص هنا أو في أي مكان يستطيع أن يقول أن الرئيس أو رئيس الوزراء هو مسلم لا يؤدي دينه ولكن لدينا ديمقراطية ناجحة ويمكن في شوارع تركيا أن تسير سيدة بحجاب على رأسها مع سيدة ترتدي الملابس العصرية فقط أيضا للتوضيح ما زالت هناك مآخذ على حكومة العدالة والتنمية بالنسبة لي على الأقل تعطيها مع الصحفيين وبالنسبة لبعض جوانب متعلقة بحقوق الإنسان وربما كانت هذه المآخذ تأتي من الاتحاد الأوروبي بشكل خاص على كل حال هذا سيأخذنا إلى المحور الثاني الذي سنطرحه في هذه الجلسة وهي العلاقة بين المكونات تريد تعليق سريع تفضل سريع أريد أن أقول أمرين أريد أن أنطلق من النقطة الأخيرة الديمقراطية هي أن تتعلم كيف تعيش مع الأقليات من خلال حكومة منتخبة في بريطانيا كانت لدينا الثاجرية لثمانية سنة وثانيا من حيث ضخ النقد إذا جاء مثل هذا الضخ يجب أن يستخدم لبرامج اجتماعية وتشغيل الناس الذين شهدناهم على الشاشة فما هو ملح برأيي هو الإعانات المستهدفة لماذا تدفع اليوم مصر الإعانات للديبلوماسيين الأثرياء من الدول الغربية والعربية ليستفيدوا من السيارات والخبز وغير ذلك من المواد التي تغطى بالإعانات إن استهداف هذه الإعانات مسألة أساسية برأي ما تفضلت به يأخذنا إلى المحور الثاني من هذه الجلسة وهو العلاقة بين المكونات الاجتماعية والتي هي قضية لطالما أخذت بعدا جديدا من حيث الأهمية والخطورة أحيانا في ظل الحكومات الإسلامية لصيما في ظل الأحداث التي شهدتها دول هذه الحكومات ضد بعض المكونات الاجتماعية بدءا بالمرأة إلى ما بات يعرف بعض الدول بالليبراليين ثم الأقليات الدينية والعرقية مجددا كاميرا بي بي سي زارت القاهرة التي شهدت شوارعها عدة أزمات مع الأقباط هناك وعادت بهذه الأراء لدى سؤالين الأقباط عمد شعورهم بالأمان في ظل حكومة إسلامية نستمع إليه كمسيحية محسناش بالعذاب ومحسناش اللي فيه غربة حسنا اللي بلدنا دي مش بلدنا مش مسيح ومسلم لا ده مسلم ومسيحي لحما بنمشي في الشارع وبنحس ان احنا مش من البلدي بيكفر ان الكنيسة بتتدري بنزلحنا بندري في الشارع بنتهد وعياننا بتتخطف أنا هي بلدي أعرف اني بلد اللي تربت فيها وتولدت فيها لكن مش حاسس بأي حاجة ليه النظام اللي فات كان بسادي من المسيحين ومسيحين دي كبزعة والنظام دلوقتي باستخدامها نفسي باستخدامها أنا كمسيح مهما بتغيارة الأنظمة ومهما بتغيارة الأشخاص الغربة دي شعور دخلي أنا عمري محسيتها سواء في اللي فات أو في الوقت الآلي أو في اللي جاي مش حاس بغربة بس اللي ان احنا كمنطقة كشوبرة احنا عايشين هنا كده زي الفلو مع بعض مفيش لو في مشكلة بين اتنين بتحصل المشكلة ما بين الاتنين أين كانت ديانته مفيش مشكلة لمسيحة ولا مصل الجامعة هو ممكن يسهي طول عمرنا مع بعض حاجة الايام اللي حصلت دي فتنة وكلام من ده ده ما شفناش الكلام ده خالص يقولون الناس بتحبوا بعضها كرس الدنيا واللعت إذن مشكلة الطريقة التعاطي مع الأقليات إن كانت أقلية دينية أو عرقية أو طائفية أو فئات تعتبر ربما مهمشة كالذوي الدخل المحدود أو المرأة سيدة عبدالغفور شهدت مصر أحداث عنف طائفي في الفترة الماضية وبعض الأرقام تشير إلى أنها شهدت أكبر نسبة لهجرة الأقباط منذ الثورة وحتى اليوم برأيك هل هناك مشكلة في التعاطي أو لماذا هناك مشكلة في التعاطي مع الأقباط تحديدا تحديدا من قبل السلفيين في مصر يعني أنا بعتبر أنه هو يعني في بعض السادة اللي هم يتكلموا في الفيلم قالوا ما فيش مشكلة وإحنا عايشين مع بعض وهذا الحقيقة ده الغالب في مصر أنه هو وجود تجانس في المجتمع وتواصل في المجتمع بين المسلم والمسيحي ده الأصل المشكلات اللي بتحصل اللي احنا شايفينها هي بتنشأ في الأساس عبارة عن مشكلة مدنية نزاع بين شخص وآخر على قطعة أرض وبيشاء القدر أن هي بيكون واحد فيهم مسلم والآخر مسيحي الأمر بيبدأ كنزاع مدني بعد كده بيتطور إلى نزاع للأسف طائفي بتحصل تطاول أو تجاوز من شخص على الآخر مثل ما حصل في الخصوص لأن واحد بيقتل الآخر وبتبدأ يعني إذا وصل الأمر إلى نحية جنائية فبيصعب السيطرة عليها منطقة الخصوص هي منطقة يسكن فيها بعض العائلات من أصل صعيدي ومعروف أنه عندي أيضا أنه هو موضوع الثقر والانتقام وإذا وصل الموضوع إلى دم بتبقى السيطرة عليه في غاية الصعوبة في نقطة أيضا التحريد يعني فيه على الفضائيات تلوحظ أنه في الفترة الأخيرة تكفير للمسيحيين تحريم لمعايدتهم في أعيادهم حتى في الدستور الجديد إذا ما أردنا توسيع الموضوع أكثر من التعاطي مع فقط ملف المسيحيين كل جمعيات المرأة تقول أن الدستور الجديد الذي قلت منذ قليل أن أعظم دستور في العالم حرم المرأة من كل الحقوق التي ناضلت لأجلها الجمعيات النسائية في السنوات الأخيرة وبالتالي مشكلة في التعاطي مع هذه الفئات يا سؤال أنا أتمنى أن حضرك تديني فرصة أتكلم لأن يبدو أن أنا بعد معنى عشر دقايق والكل بدون يحكم في أسير من نجوم أنا أتمنى أن حضرك تديني فرصة أتكلم عشان يعني يعني أنا لما أتكلم على قطاع المسيحيين يعني لو سمحت أديني فرصة أتكلم ثم أتكلم عن الدستور إذا شئتي حضرتك لأن أنا شارفت بأنني كنت واحد من اللجنة المائة الذين أشاركوا في وضع الدستور المصري فعلى كل حال هي بالنسبة للمسيحيين هو اللي جاء المتواصلة بينه وبين الكنيسة لإنشاء جهاز لإنذار مبكر بحيث أنه إدراك المشكلة في طور أنه نزاع مدني وحلها في وقت أنه نزاع مدني وإحنا الحقيقة في كثير من النزاعات بنصل إلى حلها في مهديها وفي الوقت الأول يعني الأمر بين المسلمين والمسيحيين نأمل أنه يسير للأفضل وأنا عايزة أقول أنها حتى مشكلة الخصوص من فضلها الأخيرة من فضلها سبحانه وتعالى أنها كان فيه تأخر لكن اللي هو سقوط أربع من الضحايا أنا أعتبر أنه هو نسبيا يعني كان فيه إدراك للحادث في بداياتي وحل سأسأل سيد زابسو حول هذه النقطة لأنه أريد أن يسير الحوار بشكل أسرع قلت سيد زابسو أن سر النجاح النموذج التركي أن الحكومة تركت الناس تعيش كما تريد وتركت نمط حياتها كما كان في السابق وبالتالي لم يشعر المواطن أن هناك شخص أتى ليفرض عليه منظومة حياة معينة هل ترى أن الحكومات التي أتى بها الربيع العربي بما أنه نتحدث عن النموذج المصري هنا لأن حضرتك موجود معنا سيد عبد الغفور فنأخذ النموذج المصري كمثال هل ترى أنها تترك الناس في حالها هل ترى أن وصول الإسلاميين يهدد نمط حياة المصريين أم ترى غير ذلك لا أستطيع أن أتحدث باسم المصريين ولكن أستطيع أن أتحدث كأجنبي عن ما نراه وما يوجد عندنا في تركيا أقول دائما لإخوتي وأصدقائي في مصر أم تركيا أرجوكم ولا تخطئوا فإذا منحتم الحريات ستحصلوا على نتائج أفضل في نهاية المطاف إن ديننا العظيم والإسلام هو دين السلام وسيظهر ديننا في ضوء قاتم عندما تحدث أحداث مثل لندن وأحداث بوستن فنحن بحاجة لأن نترك الجميع يعيشون حياتهم وأن لا نتدخل في حياتهم الخاصة بعد أن هذا الكلام ربما مثالي شيئاً بعض الشيء في أيضاً صراع اليوم يهدد بتفتيت المنطقة أو تفجير المنطقة الصراع السني الشيعي والحساسيات التي تنشأ في البلدان ذات الأكثرية السنية كمصر من التشيع أو ما يقولون أنه موجة تشيع وبالتالي هناك ردة فعل تجاه الشيعة وردة فعل أيضاً من الشيعة تجاه السنة ربما السيد عمار الحكيم يحدثنا عن هذه المشكلة هل ترى أن مسألة التشيع مبالغ بها أم العكس بالحقيقة ما نعتقد به أن القضية أخذت أبعاد سياسية أكثر منها طائفية وما يجري الحديث عنه أحياناً من توترات بين الشيعة والسنة على مستوى العراق حينما نتحدث نجد أن هنا قوى متشددة أحياناً كانت مصدراً واحداً للإساءة إلى المسلمين شيعة وسنة والإيقاح فيما بينهم ومن المعروف أن هناك وثائق لقيادات من القاعدة تم العثور عليها من قبل الأجهزة الأمنية والتي تؤكد وجود مخطط للوقيع بين الناس بين المسلمين أحياناً بين المسلمين والمسيحيين نعرف أن الكنائس في العراق أيضاً تعرضت من ذات الجهة إلى استهداف ظالم لذلك نرى أن بعض هذه الأمور ساهمت في زيادة اللحمة وفي تقارب المتزايد داخل الوسط الإسلامي وبين المسلمين والمسيحيين العشائر والجمهور العراقية والقبائل والمحافظات تقاربت إلى حد كبير كان هناك نجرة من المسيحيين من العراق وفي الشهر الأخير على الأقل عاد وجه التفجيرات الطائفية في العراق بالتالي لا أعرف تحديداً عن ماذا تتحدث سيد الحكيم نعم تحدثنا عضور كبير حصل في الوئام الاجتماعي الداخلي ولكن بالفعل في الأيام الأخيرة هناك تراجع وواجهنا كبوات عدة واستطعنا أن نتغلب عليها ونتقدم سريعاً سريعاً أسئلة من الجمهور معنا أربع ثقائق فقط اتفضل لدي سؤال للسيد ماك تيرنان الذي تحدثنا عن حكومة السيدة تاتشر السيدة تاتشر وبعد ثلاثين سنة من حكمها كان المجتمع لا يزال قطبي إلى حد كبير وقد احتفل بعض الناس بموتها واحتفل بعض الناس بحياتها وبالتالي الحكومات ربما ينبغي عليها أن تسعى دائماً ولسيما بعد الثورات أن تسعى لتحقيق التوافق بين السكان ومثال بريطانيا كان مثال جيد للغاية حتى جواد القصة من العراق الحقيقة احنا مصر عزيزة علينا السبب يمكن الأسئلة كثيرة على الأستاذ عبدالغفور احنا خلقين على مصر خلقين على الشعب المصري بما أنتم استلمت الحكم الآن والحمد لله فكيف تبرر عدم قبولكم للطوافل الإسلامية الأخرى مع قبولكم للمسيحيين وهذا كان واضح بدخولك إلى هذه القاعة شكراً فضل أبو ناباولو من سوريا المظلومة نطلب الرحمة للسوريين ونتساءل لماذا هذا التحجج بالأقليات لكي يبقى شعب كميله مظلوماً لا يحصل على الحد الأدنى من الدموقراطية الحقيقية لماذا نتحجج بالأقليات والتركيب الاجتماعي لكي نقول هذا الشعب لا يستحق الدموقراطية لا السوريون يطلبون منكم الرحمة والحق في الدموقراطية النادجة وأنا أشكر شكراً لك شكراً لك شكراً لك شكراً لك شكراً لك أنا اسمي باهرة أسمت أنا مواطن مصري وفي الحياة استمعت الكلام السيد عبدالغفور وعند قين سريعين أحب أقولهم التعليق الأول أنه المشكلة المسلمين والمسيحيين مش محتاجة جهاز نظار مبكر محتاجة أن نعترف بهم محتاجة أن نعلم أطفالنا في المدارس نعلمهم من المسلم والمسيحي في الآخر مصري ومصرية محتاجة من جماعات الإسلام السياسي لحضرتك واحد منها أنها تتوقف عن إهانة المسيحيين في كل مناسبة وكل فرصة وده اللي إحنا محتاجينه محتاجين كمان إحنا نعترف بالخطأ ونعترف بالتقصير إحنا عايشين في حالة من الإنكار الدائم لكل مشاكلنا التعليق الثاني سريعا الدستور نفس الكلام إحنا بناتداعي أنه هو أحسن دستور في تاريخ مصر وهو في الحياة مش 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 كده وإحنا عارفين أنه هو مش كده الناس نزلت التحرير علشان يبقى فيه تغيير شكراً والنهاردة مش شايفين فيه تغيير شكراً لك لا أستطيع أن أخذ أي مشاركات بعد عذراً لأنه وقت المشاركات انتهى وأريد تعليق سريع بثلاثين ثانية من كل واحد من الضيوف الكرام أيضاً لأنه وقت الجلسة انتهى أنا داك العادة مع سيد عبد الغفور تفضل هو طبعاً إحنا بنقول أنه هو موضوع التطبيع مع المسيحيين وأنهم يعملون أو أن بمجرد اسمك أنت مصري وأصلك مصري لابد أن تحصل على جميع الحقوق ويكون فيه مساواة بين جميع المواطنين دا الكلام دا منصوص عليه في الدستور وتحرص عليه كافة الأجهزة والمفروض أنه يعني يفعل هذا الأمر إلى غايته وأنا لما قلت إجازة انذار مبكر ويعني فضل منازعات وتوافق وطني زيادة قدر التسامح وتفاهم بين الاتجاهات المختلفة سيد أوليفر عندما يكون هناك وضع سياسي قطبي إلى حد كبير وهناك حالة فقر فإن الناس أحياناً يلجأون لاستخدام كرت الطائفية لتحقيق مآرب سياسية وطبعاً الحل الوحيد هو إشراك الجميع ينبغي أن نشرك كل أطياف المجتمع الحكومة والسكان على حد سواء لكي يثبتوا أنهم يرغبون في تحقيق التوافق إن الربيع العربي قد بدأ للتو وأعتقد أن الكثير من الوقت سيمر ربما خمسة أو عشرة وحتى عشرين سنة ستمر قبل أن نصل إلى مآربنا ولكن أنا أعتقد أنه بعد أن يمر هذا أعتقد أنه من الضرورة بمكان التفاهم والشراك الحقيقية بين المذاهب والقوميات والطوائف والديانات وأيضاً بين التيار الإسلامي والتيار المدني في مجتمعاتنا لأن كل منهم يمثل مساحة مهمة في هذه المجتمعات ولا أحد يستطيع أن يصادر إرادة الأمة بسعادها وبتنوعها من خلال هذا التنوع قادرين على بناء أنظمة سياسية رصينة تدفعنا لتنمية شاملة لخدمات حقيقية لإرضاء جمهورنا وهذا هو المدخل الصحيح لبناء هذه المجتمعات شكراً لكم جميعاً أشكر سيد عمار الحكيم نشكر سيد جونيت زابسو وأوليفر ماكتورنون وعماد عبد الغفور شكر للجمهور ولمشاهدي ومستمعي بي بي سي الذين كانوا معنا في هذه الجلسة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا